اشتركوا في القناة محمد الكنيدري لعب بديل في دقيقة 77 ديفس إباس الحارس ما أشركه صالح العمري ما خلا يشترك فهد الجميع عالمي وشارك أسئلة كثيرة أسئلة كثيرة والمشكلة إيش اللي يعني مزعج في الموضوع طبعا النادي اتخذ قرار بإقالة المدرب اليوم اليوم طلع قرار في إقالة المدرب من منصبة وقرر نادي أبها يعني إجراء تغيير والآن رح يمسك الفريق بشكل مؤقت الكابتن يوسف الغدير كابتن يوسف الغدير هو اللي رح يتولى الملف بشكل مؤقت وبعد كده يكون مساعد لمدرب رح يتم إحضاره المراسل عندنا محمد الشامي أنا طلبت منه يعني يقلت له تابعوا الموضوع مع موضوع نادي أبها الحقيقة عطاني إجابات صراحة عجيبة شوية يعني يقول أنه رحنا للنادي وبعد اتجهنا لسكن اللاعبين ما حصلنا أحد من اللاعبين اليوم إجازة طلعنا على أمبارات أبها والأهل للكرة طايرة وحصلنا الدكتور أحمد الحديثي وحاولنا أخذ منه تصريح رفض رئيس نادي أبها رفض يتكلم وقال الحقيقة أن اللاعبين كانوا مستعدين يعني يعني يبدو أن في شيء بين المدرب واللاعبين طيب وكان في مشكلة بين المدرب وساعد بقير وبعض اللاعبين تقول توجهنا بعد كده المراسل يقول رحنا إلى مقر سكن المدرب وتواصلنا مع مترجم النادي واتصل على المدرب كثير ودقينا الباب وما فتح لنا ولما فتح رفض التصريح قال المدرب أنا لا أريد الحديث نائب الرئيس الأستاذ فهد مفرح أيضا رفض يصرح المدير التنفيذي لكرة القدم في نادي أبها أيضا اتصلنا عليه ورافض يصرح وحاول المراسل معه النقطة المهمة في الموضوع نتيجة مباراة عادية خسارها فريق وإقالة مدرب لا يوجد فيها شيء يستحق هذا التحفظ من الحديث الإعلامي إلا إذا الموضوع في شيء ونحن لا ندري عنه يعني أنا مر علي إدارات أندي كثيرة أقالت مدربين وأندي صارت فيها زلازل إدارية عادي يعني كل نادي عنده تعليق يوضح لفريق عدد من النجوم ما يلعبون بعدين تشير المدرب بعدين الكل يصمت وتقول لي تعامل من موضوع طبيعي أنا والله صراحة لا أدري هذا الموضوع وش سالفته خلينا نروح الفاصل ترجمة نانسي قنقر